فرضت إثيوبيا حالة الطوارئ اليوم بعدما أعلن رئيس الوزراء هايلي ماريام ديسالين أمس الخميس استقالتها وسط اضطرابات وأزمة سياسية تضرب البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي وذكرت هيئة الهذاع الإثيوبية الرسمية أن مجلس أتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبي الحاكم اجتمع اليوم وقرر فرض حالة الطوارئ ولم يذكر الأعلان فترة تطبيق حالة الطوارئ جاءت استقالة رئيس الوزراء بعد موجة من الاضطرابات والاحتجاجات التي تطالب بإطلاق سريح المزيد من قادة المعارضة ومنذ يناير الماضي أفرجت السلطات عن أكثر من ستة ألاف سجين سياسي مع سعيها لتهديئة حالة الاستياء العام في البلاد